طب تقول بقى ايه المجلس الادارة صراحة مجلس الادارة مساعة مجيه الحمد لله كنا عايشين في كابوس كده يعني كنا متخوفين من العدم الاستقرار الحمد لله الامر المالية تحسنت النادي وضع النادي تحسن يعني علاقتك ايه بالمشيات مرتضى مصور المشيات مرتضى طبعا معرفة قديمة مش عايز بس نقول ايه ان احنا هتحول بقاء مش عايزة اتجاوز ان اقول كده يعني لانه فعلا هو كان فيه اوقات معينة ثمان يا خالد النعمة الاخ والصديق فعلا اقول لك بجد وليه مواقف رائعة ايجي بقى اقول لك حاجة انا العضوية العاملة في نادي زمالك كان السبب فيها المستشار مرتضى مصور كنت انا وقال احمد ادم والمصحاء يعني حبيب هو كان بيحبنا وبيحب يوعد معنا وبتاع اه وروحنا راح تزوره برة اه انا وادم في مكان المستشار وكيل البجلد ايه صح صح اه في ده اعتقد في بداية الالفية التانية او في نهاية التسانية اه وقال لي بص هتعمل عضوية والطرق حاضر عينية وعملت عضوية عاملة في نادي زمالك حائلية عضوية عائلية اه 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 يعني تمام بطرقتي كلها يعني اه وبس بقى ايه اما جيت ادفع الفلوس ما جاملنيت ما قبشت جامل ما هو عشان خطر النادي بقى عشان خطر النادي اه اه قال لي يا صراحة تستخسر بالنادي ايه بقى يا اخي اه والله اه 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 بتعرف اللي انا بقوله بقى هينفع يتال ولا اينه قلته خلاصي حقا اه لا ليه ينفع يتال بالعكس لا هو يعني رغم حبه ليك وصدقته ليك لكن برضو بيدور على مصلحة النادي اه ايوه ايوه دي حقيقة دي حقيقة بقولك حاجة النادي الاجتماعي في الزمالك في عهد المستشار المرتضى في اعظم واحسن حالاتهم والكل بيشهد بدا رغم ان انا صحيا ما بقدرش اروح النادي اه كتير يعني ان لو فيه مناسبة مهمة وبالذات في ايه في المناسبات الصعبة زي مثلا العزاء اللي عمل لحبيبي حبيبي حبيبي كابت من كبات الحمداء امام الله يرحمه احفر احمه ونور عليه والطاقيت يا خارج يوم العزة دو ومستقبل من المستشار الصراحة صحيح صحيح والظروب الصعبة دي انتقيت بحبيبي اللي بعشقه بعشقه بعمر النور وي 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 الكيل ده كان بالنسبة لي بقى صحيح ليه بقى اقولك حاجة افتكر كده عمر النور ربنا بقى في صحيته محمد امام بقى الفراح مونور عليه الاسمين دو امام اللي افتكر كده قللي ايه كان لو لعمه مصر احطب الاخل وكسر مت ايάν ما فيح اه فعلا كانوا دايما انما بيلعبوا لازم زمانك يكسب ماذا كده طهي الحكاية برضو في الجب دا فانا بقول للإدارة لو انت عملتى شيء رائع وكوين في حال تطرى الواضحة جدا في النادي صراحة ربنا يجبها لتستمر على كده يا رب وبأكل على اللاعبين لأن فيه مضح قريب صح صح في الدوري يعني أقولك إيه إحنا كنا أحسن بكتير صح كتير النتيجة ما تقولش كده بالسبب الأهداف اللي دخلت فينا صح التوتر اللي كان معلش التوتر على الناس مكلمانا بالأكادة التوتر اللي كان بخط الدفاع صحيح صح فنانا كبير أنا أشكرك وأتمنى لك دايما التوفيق وسعيد مدخلة حضرتك معايا وإن شاء الله بإذن الله نمكلمك بعد المباراة كده وإحنا سعاداء وفرحانين بفرقتنا إن شاء الله بإذن الله وكون المباراة طلعت بشكلها الجميل بنسبة للفرقتين والجمهورين إن شاء الله بإذن الله